انا عايز اخدكو بالمناسبة ان احنا نروح على تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي في او من على او عن موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان تحديدا من حيث ضرورة وقف اطلاق النار على نحو دائم وشامل يعني مش وقف اطلاق النيران لمدة معينة لا هو على نحو دائم وشامل وخلي بالك انه الوقف الدائم لاطلاق النيران ده اللي يدعم المواقف التفاوضية والجلوس على مائدة المفاوضات او المباحثات شوف عايز تسميها ازاي لكن طول ما بيحصل انه الوقف قد يكون مؤقتا او اي طرف من الاطراف قد يخترق ايقاف اطلاق النار يبقى احنا ما بنعملش حاجة كمان الرئيس اكد على الشروع في الحوار السلمي انه هو ده اللي هيؤدي الى استكمال المسار الانتقالي على النحو الطريقة التي يرتضيها مين؟ الشعب السوداني الشقيق ده جه خلال استقبال فخامة الرئيس لرئيس لجنة الشؤون الدائمة او شؤون اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الامريكي مايك تيرنر وكان معاه وفد كبير زي ما حضراتكم ممكن تكونوا تابعتوا من اعضاء اللجنة سواء اذا كان من الحزبين الجمهوري او الحزب الديموقراطي اكد الجانب الامريكي بقى في النحية دي تحديدا اللي هي السودان محورية الدور المصري اللي بتقوم به مصر كراكيزة للاستقرار والسلام في المنطقة الامر اللي بيتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور ما بين القاهرة وما بين واشنطن على كل المستويات لدرء اي مخاطر لوقف اي تحدي قد يتصاعد وان كان احيانا بيتصاعد بالفعل على المستويين الدولي والاقليمي عايزة استأذنكم نشوف التقرير ده سوا ونرجع لكمل الكلام استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مايك تيرنر رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الامريكي وبرفقته وفد كبير من اعباء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسيد جون ديروشر القائم باعمال السفير الامريكي بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان اللقاء شهد تأكيد قوات ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة حيث اكد الجانب الامريكي في هذا الصدد على محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة بالاضافة الى دورها الرائد في مكافحة الارهاب الامر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات لضرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والاقليمي واضف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد نقاشا مفتوحا بين السيد الرئيس وعضاء الكونجرس الامريكي حيث تم التطرق الى الازمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقة وتهدد المقومات الاساسية للدول في حد ذاتها بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية وينذر بمزيد من تفاقم الاوضاع الانسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء تناول كذلك مستجدة القضية الفلسطينية حيث اكد السيد الرئيس على اهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية مشيرا في هذا الصدد الى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وكذا مبادرات اعادة اعمار غزة ومؤكدا ان السلام العادل والشامل من شأنه ان يفتح افاقا جديدة ورحبة في المنطقة لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب كما اكد السيد رئيس الجمهورية موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف اطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي الى استكمار المصاري الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنبه المعاناة الانسانية ويتيح له المضي قدما في مصاري الاستقرار والتنمية